البرلمان يدين بالإجماع حجوم حماس ويطالب بإطلاق الرهائن إدارة السجون تقرر تجديد إجراءاتها الأمنية بعد هروب أربعة أشخاص عامل القطار في الشركة النمسوية أوبيبي يهين عدداً من المهاجرين نمسوي يقتل والدته رمياً بالرصاص ثم يسلم نفسه النمسا تطلق تصميم جوازي سفر جديد يصعب تزويره بانك رايف آيزن يطلق خدمات التداول في العملات المشفرة وتوقعات بأن تغطي الثلوج معظم أنحاء النمسا مع انخفاض الحرارة مرحباً بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أدان البرلمان النمساوي بالإجماع هجوم حماس على إسرائيل واصفاً إياه بالإرهابي مطالباً بإطلاق صراح الرهائن فوراً وحذر حزب الحرية من دعم الفلسطينيين واستغلال المساعدات من حماس كما طالب حزب الشعب بعدم الخلط بين الضحايا والجناة مؤكداً على محاربة الإرهاب وأشار الحزب الاشتراكي إلى ضرورة دعم الضحايا بغض النظر عن خلفياتهم ودعا لتأمين السكان المدنيين بغزة وعدم استخدامهم كدروع بشرية وأشهد وزير الخارجية بإجماع البرلمان مؤكداً دعمه لحل الدولتين تمكنت قوات الأمن من احتقال سجين خطير هرب الخميس من مستشفى آكاها حيث كان يقضي حكمه في السجن يوسف شتاط في فيننا وفي نفس الوقت اعتقلت الشرطة امرأة كانت قد هربت أيضاً قبل أسبوع وأثر عليها في فينان نويا شتاط وأعيدت إلى المؤسسة الإصلاحية وعقدت قيادة السجون في النمسا اليوم مؤتمراً أمني لمناقشة السلامة والنظام في المؤسسات السجنية ومن المقرر تجديد إجراءات النقل مثل تقييد الأيدي من الخلف وذكرت أنه تمت 36 ألف عملية نقل دون أي حوادث قام عمل خدمة في شركة القطارات النمساوية أوبيبي بإساءة معاملة طالب لجوء وأشخاص ذوي خلفيات المهاجرة حيث تم طرد رجلين من القطار في محطة سانت بولتين ووقع الحادث أثناء تحرق القطار من لينز إلى فيننا حيث شهد الركاب مواقفة عدائية وعنصرية من عامل القطار مما دفع إلى طلب الشرطة لطرد الرجلين وأعلنت شركة السجاك الحديدية النمساوية عن التحقق في الحادث وعبرت عن عدم قبولها للعنصرية أو حوادث تمييز متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك الورش وتتبير التوعية أو الإقاف عن العمل أقدم نمساوي على قتل والدته البالغة من العمر 55 عاماً باستخدام بندقية الصيد ومقام بالاتصال بنفسه بالشرطة محترفاً بالجريمة وحسب الشرطة وقعت الجريمة ظهر الخميس في مدينة بنزجاو في سالسبورغ حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 31 عاماً على قتل والدته وتم اعتقال الشاب بعد وصول الشرطة فوراً وعثر على الضحية داخل المنزل وتركز التحقيقات على الدوافع وسط ترتيب إجراءات تشريح للجثة للتعرف أكثر على التفاصيل أعلن وزير الداخلية جيرهات كارنا عن تقديم جواز الصفر النمسوي الجديد والذي سيدخل بداية من ديسمبر مزوداً بتقنيات حماية حديثة وقدم الجواز في مؤتمر صحفي اليوم ويحمي الجواز تحديثات رائدة منذ 2009 لتقنيات نقل البيانات وعلامات مائية وسيكون الورق من البوليك كربونات لتجعله مضاداً للتزوير ويشمل التصميم النسر النمسوي ورسوماً للجبال وتبقى التكلفة 76 يورو لإصداره في خمسة أيام ومائة يورو ليومين ومائتين وعشرين يورو لنفس اليوم وثلاثين يورو للأطفال حتى إثنى عشر عاماً ومجاناً لمن دون السنتين في سناير الفين أربعة وعشرين وتمثل هذه الخطوة بداية جديدة في تاريخ البنك العريق الذي يمتد تاريخ تأسيسه على مدى مائة عام وسوف تأتي الخدمات الجديدة من خلال شراكة مع برصة التداول في العملات المشورة المشفرة وستكون متاحة للعملاء في فيينا ودول الاتحاد الأوروبي وشرق أوروبا وفقاً لكيرت تشادها الرئيس التنفيذي للبنك توقعت هيئة الأرصاد الجوية في النمسا أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في النمسا نهاية الأسبوع ومن المتوقع أن تشهد أجزاء واسعة من البلاد تساقطاً للثلوج مع انخفاض لدرجات الحرارة وتساقط الثلوج في أنحاء متعددة من النمسا ومن المتوقع أن تصل حدود تساقط الثلوج إلى حوالي 300 متر بدءاً من الجمعة ومن المتوقع أن تغطي الثلوج المناطق الغربية الجبلية وصولاً للشرق الأوسط من البلاد بما فيها العاصمة فيينا ونهاية أسبوع دافئة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثينة سلام ومسيحة سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة